انا معرفش ده صحيح ولا مش صحيح عشان بس اكون ايه اكون امين مع المشاهدية الكرام قبل ما اجل البرنامج لقيت ناس كتير جدا بعتالي انه شايف المصيبة شايف المصيبة شايف الكارسة شايف شايف ايه يا جماعة الحق فيه بنتين في المنصورة اتجوزوا بعض ايه قال لك اه فيه بنتين وعملوا على الفيسبوك يعني انه هم اهو اهو فتاة اسمها شيرين مكاوي وفتاة اخر اسمارين محسن كل واحدة عندها صفحة على ال اهو صفحة على الفيسبوك وبيقولوا على صفحتهم انه جاء ذلك اليوم يعني فرحانين جدا بيقولوا اخيرا بعد محاولات كثيرة لإقناع الناس واهلنا هيجمعنا بيت واحد جاء ذلك بعد الحاح على اهل كلتين والحصول على مواقع وفقتهم انا معرفش الاكاون ده مزبوط ولا لا اه ابراهيم بيقول لي مزبوط ده اسمها ريم محسن وشير ايه شيرين شيرين مكاوي اه 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 ده شيرين مكاوي هي وهو واحدة بتقول ان هي اه متجوزة من اه شيرين مكاوي والتانية بتقول ان هي متجوزة من ريم محسن وهدي صورهم الاثنين هل ده انا بسأل سؤال ما اعرفش ممكن يكون ده فيك يعني ولا ايه الكونتات دي بقى لها اديه بقى لها سنتين يعني مش معمولة دلوقتي انا ممكن يكون ده حد عامل فخ ولا حاجة انا معرفش انا الاجهزة المعنية بالتأكيد لن تترك الامر سواء انا انا ملف ملف الامن الاسري الامن المجتمعي على جدول اولوياتنا جميعا ان يكون هناك مثل هذا الفجر والاعلان عن هذا الفجر فهو مجتمعيا وانا هذا هو اعتقد انه كارثة اخلاقية جير مسموك كارثة لا اخلاقية غير مسموك انه بنت تعترف او تفخر او تفرح او تعلن ان هي تزواجت من بنت مثلها المثلية في اعظم اشكالها في احقر اشكالها في اسوأ اشكالها واحد دخل عليهم الكارثة دي واحد دخل على التعليقات هاتليها ابني هاتلي لو عندك ابني واحد دخل بقولهم والله انتوا جدعان الناس بقى انت ده فجر واحد ده تانية تشتم وتقول لي انتوا مش متربيين قد الفعل المجتمعي العادي المصدوم من فكرة ان بنت يعني ايه مش عارف لقينا صاحبنا ده اسمه عز ما عارفش محمد قال لي ايه ده ده لقيته بيقولهم ايه لا هو بيقولهم مبروك عليكم وعلي بيقولهم مبروك هو الراجل دخل على البنتين يعني اعرفنا منين دخل بيقولهم مبروك عليكم وده انتوا عندكم جراءة ان انا فخور بيكم وبنفسي فعندي اللي بيراجع التعليقات الاخ سروة منصور راجع التعليقات يعني لمح عز ده ولا زيزو ده ولا اسمه ايه اسمه ايه مين فيهم اللي قال يا ولاد مين فيهم يا ولاد اللي كتب تعليق عمر ولا زيزو اهم فصلوا مني عمر كتب تعليق للبنتين قال لهم انا فخور بيكم فصلوا اتدخل على الاكاونت بتاع عمر يا تتبعه لا اه كاتب هذا الزفت كاتب انهم اتجوز من واحد اسمه زيزو محمد يعني اهم الاتنين اه ادي زيزو و ادي محمد ادي انا بسأل انا بسأل تعالي فكرة والله لا حاجة 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 تحرق الدم يعني لا ده في بلدنا يا جماعة انا مش ممكن والله يعني ده انا مش قادر والله مش عارف ده صحيح ولا مش صحيح اتمنى يكون غلط اتمنى والله العظيم اتمنى يكون ده غلط وبيهزروا ونتيجة هزرهم السخيف ياخدوا على دماغهم هم واهليهم يعني اتمنى اتمنى يكون هزار اتمنى يكون فيك انا اتمنى يكون اتمنى ان يكون الكلام ده بتاع الولد عمر والولد التاني اللي جانبه دو اتنين دول اللي يقولوا احنا متجوزين يكون كذب واتمنى يكون البنتين كذبوا وعملين اي حاجة يعني اي حاجة ويتحسبوا على ما قاموا به لانه ده اشاعة رزيلة في المجتمع واشاعة كارثة في المجتمع واشاعة الفحش في المجتمع واشاعة مش عارف اقول ايه انا احنا احنا في مصر يا جماعة بالمناسبة احنا في مصر مصر حقيقية اللي فيها اسلام حقيقي وفيها مسيحية حقيقية وفيها اديان حقيقية وفيها كنيسة حقيقية وفيها اظهر حقيقي وفيها اسلام حقيقي بيرفض كل هذه الممارسات وكل هذه الاشكال احنا مش تركيا بالمناسبة احنا مش اوروبا بالمناسبة احنا مش اوروبا ولا تركيا لان تركيا عندهم بحكم الدستور والقانون بيسمحوا لجواز المثليين وعندهم عادي جدا وأردغان نفسه في الانتخابات قال أنا مع الدعارة ومش بتأول والله وأنا مع المسلية وغيره وأنا عارف أنه منظمات حقوق الإنسان والراجل اسمه بهجة إيه إبراهيم اللي عنده منظمة حسان بهجة يعني حسان بهجة ومدى مصر والمبادرة مصرية بالتأكيد عاملين فرح أنا متأكد يا صروت لو سمع خش على الموقع اسمه إيه مدى مصر شوفها تلاقيهم عاملين فرح عاملين فرح على أكيد فرحنين ولأنه هم بيدعموا دعم حقيقي لمجتمع الميم أو عالم الرنبو أو المثلية سواء بين البنات أو بين الولاد وأنا بقول تاني يا جماعة فيه كارثة لا أخلاقية السيد النائب العامل جليل حماد مصر حماد الصاوي هذه الأمور بتصب في خانة تدمير الأسرة المصرية بتصب في خانة تدمير أمن المجتمع ومن ثم موجهة ومجبهة هذا الأمر بات واجبا علينا جميعا وعلى المجتمع وعايز أقول تاني إنه حتى لو حتى لو إنه البنتين دول بيهزروا والولدين دول بيهزروا فهذا الهزار بيشيع الفاحشة في المجتمع وبيجعل ما كان مستبعدا ومستحيلا ممكنا وهذا بيتطلب الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية المحترمين في إدارة المعلومات وإدارة الإنترنت يتابعوا هذا الكلام ويشوفوه وأعتقد إنه لو صح فلابد أن يكون هناك إجراءا حاسما حاسما ضد هؤلاء وفورا والبنتين والولدين قد البنتين وقد الولدين يا جماعة إحنا في مجتمع أنا معرفش تاني بقول عشان أكون منضابط في كلامي هذا الكلام النهاردة على وسائل التواصل الاجتماعي الكل كاتبه في بعض المواقع الإخبارية أنا بحط إيد على قلب بقول يا رب يطلح كذب يا رب يطلح كذب ولو طلع كذب المفروض ياخذوا على دماغهم ودماغ أهليهم ولو طلح حقيقي يا نهر السود تبقى مصيبة تبقى مصيبة حقيقية يجب أن تجابه وتواجه بمنتهى القوة بمنتهى الحس لكن أنا بسأل سؤاله النبي فين الراجل فين يعني أنا دي هما في الدقاهلية قالوا لي في المنصورة وأعتقد أنه مدريت أمن الدقاهلية لا بد أن هي تكون متحرك بسرعة ويسات المحافظة وراجل محترم جدا لأنه يعني أنا البيتين دول اسمها محسن ريم محسن وشيرين مكاوي بقولوا تعبنا لما قنعنا أهلين يعني الحج محسن ده فينه النبي والحج مكاوي ده فين يعني المشكلة الأخ محسن والأخ مكاوي إزاي سيبيني القصة حتى لو هزار بناتكم يعملوا هذا الكلام ولو جد إزاي وصلت الأمور لهذا الأمر والله لو كان الأمر بيدي ليتعلق هذا الرجل المحسن وهذا الرجل المكاوي يعني يتعلقه في المحكمة لأنه الاتنين دول الاتنين دول من نبتة بالتأكيد وتربية وسوق تربية وسوق حاجات كتير جدا أنا الملف الوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مولعة أنا شفت هذا الكلام حاجة من الاتنين إما أنه هذا الكلام كلام مفتعل يا ريت يا رب يكون مش مزبوط بالتالي بقى احنا قدام جريمة ناشر شائعات بالحض على الرزيلة والفسق والآخر ولو كان حقيقي يبقى المصيبة أعظم يبقى محتاجين الأخ وليد بيقول له أنه الولدين بيقوله احنا يكونوا منهزر يعني الولدين هل خافوا العيال وكانوا منهزر يتخذوا يتحقق معهم يشوفوا إيه هل فيه زر بهذا الشاك أنا مش عايزة يعني أوسع في الأمور لأنه الأمر برضو أكيد حيبى فيه إجراء من الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر